اشتركوا في القناة خبر يتحدث عن أنه مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء السابق رئيس الحكومة السابقة قبل محمد الشيعة السوداني أسس تيار يسمى تيار الخط الوطني يعني أولاً لماذا هذه عبارة الوطن والوطنية دائماً في خطاباتهم وفي إعلاناتهم وفي كل مؤسساتهم السياسية لماذا يختارون هذه؟ ولما النفس يقولون يعني هذه الدلل على عقدة نقص عقولهم الداخلية عقولهم الباطنية يعانون من عقدة عقدة نقص يدركها عقلهم طبعاً بشقيها الظاهر والباطن بأنها عقدة كبيرة فيعاوضون هذه العقدة يعتقدون أن تعويضها باختيار عنوين معينة تدل على هذه العقدة ومن ضمنها الخط الوطني ليس لهم علاقة لا بالوطنية ولا بالوطن ولا بأي شيء والتجربة تثبتها هذا متهم هؤلاء الذين نتحدث عنهم حكموا حكموا العراق لسنوات والعراقيين شافوهم واستمتعوا بأنظمتهم ورؤيتهم السديدة وعقلهم الكبير هذا وبالتالي عرفوا وطنيتهم ويجون يتحدثون عن الخط الوطني ما في زمانك يا يا مصطفى الكاظمي الفساد في أعلى حالات نفس الشيء قتل الشباب ومطاردتهم وعددهم وعود كثيرة وكذبت وبعدين حتى يعني رفقاءك هؤلاء الذين في العملية السياسية تهموك بالكذب والسرقة والنهب ولحد الآن فأنت تسوي خط الوطني تيار الخط الوطني كي يدخل الانتخابات وهذه واحدة من من غرائب العراق الحقيقة فيه بعد 2003 غرائب العراق المحتل هذا وحكومات الاحتلال هذه المتعاقبة يخرج علينا واحد يتحدث انه هو فاسد يعترف انه هو فاسد وكان يسرق كذا وكثيرين من عدو تحدثون عن الفساد بطريقة وتجي ما يسموه بالانتخابات واذا اسمه ضمن المنتخبين وهو ضمن مجلس النواب عندما تسأله هم شلون يقول لك الشعب انتخبه هذه واحدة من المحاولات يعني الاساءة الى الشعب العراقي اولا الشعب العراقي لا يدخل يعني واخر انتخابات اكثر من 90% ربما من العراقي انقاطعوها الشعب العراقي لا يدخل هكذا المزايدات فمن ينتخبوه باتفاقات ميليشياوية بيناتكم العزاب وانتو ترشحون ما ترشحون وحسب مصالحكم فالشعب ما لا علاقة هناك من يخرجون في الفضائيات ويقولون نحن فشنة ومن هم نور المالكي يقول احنا فشنة وكنا لا نستثني حتى نفسي وانحنا ما قدرنا طيب الفاشل هذا لماذا يبقى بالحكم لماذا يحاولون يسوقون مرة واخرة هو والعبادي وعادل عبد المهدي والكاظمي وأياد علاوي والجعفري ومعرف منه والمالكي يعاد تسويقهم مرة اخرى لماذا يعني احنا نعيد تسويق الفشل مرات ومرات يعني لماذا الآن السؤال لماذا المالكي الآن متحكم في المشهد العراقي ما هو خرج على الفضائيات وقال نحن فاشلين واني فاشل واني ما استثني نفسي وكثيرين من النواب يتحدثون عن فسادهم وما زالوا بالحكم طيب ما هذه اللعبة هذا شنو شكلها فبالتالي يجي يختار مصطفى الكاظمي بعد الفشل كله اللي صار بالعراق واحد من وجوه الفشل يجي يختار عند العراقين حساسية باتجاهها يعني يبدو ان هناك تصميم او هناك رؤية او هناك مشروع للإسائلة الوطنية باختيار هذه العناوين واضح عندما يختارها واحد فاسد يختارها واحد فاشل يختار هذا العنوان الوطني هذا بإسائلة الوطنية هذا يوحي للآخرين رسالة للآخرين ان كل شيء وطني هو فاسد وهذا غير حقيقة يعني لماذا نتمسك بالفاشلين اصحاب العقول الكسيحة لماذا يعني يتم تدويرهم مرة بعد اخرى مرة بعد اخرى ويقولون ان هذه حكومات وبرلمانات هذه تمثل الشعب هذه لا تمثلها حتى تمثل هذه الاحزاب تمثل هذا الفشل تمثل هذا الخراب اخذ كل الحكومات التي جرت من عام 2003 إلى حد لانه كل الاسماء هي النفس باقي وكلهم فاسدين وكلهم مسؤولين عن الدمار العراق اكون واحد من عدهم يعني يعني لان عندما تسمع نور المالكي وتسمع حيدر العبادي وعادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي وسليم الجبوري ومحمود المشهداني ومحمد الحلبوزي ومعرف منه يعني ما هذه الوجوه يعني ما هذه ما هي التجربة ما هي ما هي يعني ماذا قدموا للعراق لكي يعاد مرة أخرى ولكي يبقوا على الساحة ويدفع بأنفسهم وبوجوه قبيحة جدا مكشوفة لكي يدفع ونفسهم مرة أخرى إلى الساحة وينافسوا ويقولون ماذا حققتم أنتو يعني عناوين للفشل عناوين للخراب عناوين للإساءة للعراقيين ألا تستحون ألا تخجلون يعني على القلع ترفوا بأنه خلاص اللي سرقتوا سرقتوا تركوا العراقيين بحالة تركوا العراق دمرتو خطاب طائفي وسنه وشيعة وقراد وأقتل وإذبح ودماء وميليشيات وسلاحه ومعرف منه ومجاهدين وأبطال وما أعرف شنو فصائل إسلامية مجاهدة وكذبة كبيرة تشتغلون كلها إدارة لإيران وغير إيران وما كو شي مصدحة العراق واقتصاد العراق من أسوأ ما يمكن العراق بلا سياسة بلا اقتصاد بلا سياسة اقتصادية بلا سياسة عامة بلا سياسة اجتماعية بلا أي شي وتحدثون عن إنجازات وتجيبون الفاشلين مرة بعد أخرى وهم يتحكمون ويطلع عنا كل واحد ينظر علينا بفكرة ما هذا شيء غير معقول وغير منطقي ولا يقبل وفي كل في كل ما يسمونه دورة انتخابية تتغير العناوين غيرون نفس الوجوه وغيرون عناوين وغيرون شعارات معينة ويدخلون مرة أخرى وغير محسوم ويلهم من البداية وعلى العراق أن يتقبلهم ويقبل بهم وخلاص ما هذا ألا تشبعون يعني مصطفى الكاظم كمثال ما الذي تريد أن تحققه أنت رئيس وزراء ما حققت شيء يعني تدخل بالخط الوطني التيار وتدخل إنتاج المالكي ثمان سنوات حكمت إن توديت العراق للخراب ليش باقي بالصاحة حيدر العبادي حكمت أربع سنوات عادل عبد المهدي حكمت ما عرف إيش قيد هاي كذبة عين وصلت الناس إلى شيء محمود المشهداني صرت رئيس مجلس النواب وهس قاتل نفسه وقاتل نفسه كتري ترجع رئيس وش راح تسوي نفس الكذب ونفس الادعاءات ونفس البهرجة وإلى وين راح تودون العراق مكافي 21 سنة عمر طويل الناس ملت تعبت تعبت من خطابكم التعجيز تعبت من وعودكم تعبت من كل ما سويته بالعراق شوهت وجه العراق هذا المجتمع الجميل الرائع شوهت والآن تتحدثون عن غير طريقة مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين قد انتهى أتركوهم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة